اشتركوا في القناة حتى فتيانها للقتال إلى جانبه فقدان الشباب في هذه المعركة هو خسارة مرتين مرة لأننا نفقد نفوسا عزيزة على قلوبنا ومرة أخرى لأننا في الموقع الخطأ وفي الاتجاه الخطأ ما زال حزب الله يستطيع أن يحشد قوى يزجها في المعركة طبعا تتفاوت الأمزجة كلما كبر سنه وكبر عقله وزاد إدراكه وزاد وعيه يصبح أقل حماسة للاشتراك في هذه المعركة ولذلك نرى أن الخسائر في الأيام الماضية وفي الأسابيع الماضية أصبحت تتجه إلى أصحاب العمر الأصغر وحتى وصلت الأمور إلى فتيان في عمر السادسة عشر أو الخامسة عشر معركة القلمون أظهرت أن داعش في خندق واحد مع حزب الله وإيران وجيش النظام السوري وهو ما دفع بجيش الفتح إلى إصدار البيان رقم واحد والذي أعلن فيه الحرب أيضا على التنظيم الإرهابي معللا الأسباب التي دفعته إلى العمل لاستقصال ما وصفها بالفئة المفسدة وقال البيان منذ حوالي الشهرين تقريبا بدأ تنظيم الدولة بقطع طريق الإمداد عن المجاهدين بوضع حاجز على الطريق الوحيد وقاموا باستفزاز المجاهدين عند مرورهم على الحاجز فاضطر المجاهدون تغيير الطريق تجنبا للاقتتال معهم فما كان منهم إلا أن أغلقوها بالتراب فاضطر المجاهدون مجددا سلوك طريق جديدة مكشوفة على نقاط العدو ثم حاول مقاتلو داعش اعتقال أحد المجاهدين على الحاجز وكانت بداية الصدام الأولى فبدأ مقاتلو داعش بعدها بالانتشار على قمم الجبال التي تطل على مقارات المجاهدين ورموهم بالرصاص وفي الوقت نفسه اشتدت ضغط من قبل حزب الله على نقاط الرباط بعض الخسائر في صفوف المعارضة المسلحة السورية لم تكن بسبب هجوم حزب الله فقط إنما الإزاء الأساسي حدث من داعش وبالتالي هناك عملية محاولة للأطباق من داعش من جهة ومن الجيش النظام زائد حزب الله من جهة أخرى على قوات المعارضة المسلحة السورية وانطلاقا مما تقدم يرى المراقبون أن داعش أكبر خدمة لنظام الأسد وحزب الله وهي التي ساهمت مساهمة فعالة في إطالة عمر النظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر